ربما الشأن السياسي اليوم يلعب دور كبير في هذه القضية لأن الصراع صراع سياسي ويوظف فيه الدين لما يوظف فيه الدين توظف فيه الطواف في رأيك كمدخل أيضا ككلمة افتتاحية هل اليوم في الجزائر كما قال الدكتور ميزاب كما قال الدكتور نصر الدين هل نحن اليوم حقيقة أمام مخاططات مدروسة بعناية أم أنه أمام طي الشباب إن صح التعبير أو يحبوا يجربوا الشباب ما هذه الديانات ثم ألا ترى بأن العيب ليس في من يخطط لضربك بل العيب في أنك أنت لم تضع جهاز مناعة للتصدي له بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعوة ومرحبا بالإخوة الضيوف فيما يتعلق لا يمكن اعتبار ما يحدث في الجزائر من انتشار هذه الأفكار الهدامة نسميها بأبعاد طائفية أنها مسألة عفوية ومسألة عابرة أو مسألة تأثير شباب ببعض أفكار لأن أول ملاحظة عندما نلاحظ السن الذي تم اعتقالهم من نشطة الطائفة الأحمدية نجدهم يتروح عمرهم من ثلاثين إلى خمسين مع أنتها مسألة تجاوز سن الشباب هذه المسألة بمعنى أننا أمام مخطط أمام جماعة منظمة أمام تنظيم منذ سنوات أنا الذي أعرفه وحسب ما كان عندي من معلومات وممكن تحتاج إلى تحين دائما أن هذا العمل هو قديم وطائفة الأحمدية تعتبر الجزائر والمغرب العربي دار دعوة تعتبرها دار دعوة وهي تحت إدارة هيئة الإرشاد والدعوة العالمية المقرأة في لندن إذن فنحن أمام مخطط لنشر الأفكار الهدامة والطائفية قصد ضرب النسيج للمجتمع بمعنى المجتمع متماسك ببعده الديني ببعده الوطني متماسك بأبعاده التاريخية بالقضايا المشتركة داخل المجتمع يأتي هذه الأفكار هنا وهناك وبعضها يأتي موافد يأتي إلى هنا إلى عملية قطع هذا النسيج وهذا التواصل طبعا في أهداف أبعاد لأن العمل هذا الطائفي والعمل لنشر الأفكار لا يقاس بالسنة أو بعض السنوات يختم من يعتقد أن هذه الطائفة الأحمدية نشاطها بدأت بـ 1886 مع بوروزها والتشرت في العالم العربي في 1924 وأول مركز للطائفة هذه اللي نشرها في العالم العربي وكان حيفا أكبابير منطقة هذه ومن بني مسجد وبدأت تركيز على العالم العربي في هذه المسألة أعطف كلامي على كلام الأستاذ في مسألة العمل الاستخباراتي خاصة الاستعمار بريطاني معروف أن الاستعمار بريطاني وكل المعذلات بذلك عندما نروح سايس بيكو رح وعد بيلفور لورانس العربي الثورة التورانية نأتي إلى الطوائف إلى كل شيء من الأزمات والمعذلات اللي ما زالت تعاني منها الأمة العربية والأمة الإسلامية اليوم كانت من مخابر استخباراتية بريطانية بمعنى كانت تعمل على تفكيك هذه الأمة الآن هذا التصريح اللي كنت طلعتها لتصريح تاع بريجانسكي هذا اللي يقول بأن الحرب القادمة هي حرب الطوائف هي حرب الطائفية بمعنى الجزائر مدامة خالية من البعد الطائفي والبعد المذهبي المتعصب وخالية من هذه الأفكار الأدامة فكان عمل أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة على هذه الأفكار وخطورة هذه الأفكار أنا ليس لها مواقع قال موقع معين وتنتشر منه إنما هي تنتشر بالجوارية تنتشر بالمخالطة تنتشر بال والآن زادتها الخطورة وسائل التكنية التكنولوجية الحادية من التواصل الاجتماعي ثانيا من عملية الأصفار والمخالطة في أوروبا وفي أغير الأماكن فيها ربما مغريات مادية طبعا في كل شيء لأننا مثل هذه الأفكار لأننا أولا نشوف أفكار أذكر الأستاذ بعض العقائد وكاننا نكشف كل عقائد الأحبادية عقائدهم صادمة وليست عبارة عن انحراف كما قال عن الإسلام أو سوء فهم للإسلام أو تطرف في فهم الإسلام هي ديانة مزيج من المسيحية مزيج من اليهودية ومزيج من معاني الإسلام حتى هذا ميرزا لا يقول عن نفسه يقول أن المسيح المحمدي بل المسيح الذي يأتي بعد محمد أما المسيح عيسى هو مسيح موسوي هذا يسمي المسيح الموعود والإمام مدن والنبوة وتعرف أن من أخطر الأشياء وخلافات في الأمة الإسلامية باش نقولها لتاريخ كن أستاذ يأكدها أخطر نقاط لتسبب متاعب الأمة الإسلامية هي قضية النبوة قضية النبوة هي الآن كل يريد أن يستفرد بالنبوة والنبوة في نظر أهل السنة هي على ضوء الكتاب والسنة هذا المفاهيم تها أما النبوة هناك من يربطها بجنس هناك من يربطها بتصور هناك من يربطها بالبيت هناك من يربطها لأن أشوف أول حاجة العرب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض الإسلام على العرب التقت بعض القبائل العرب بمحمد عليه الصلاة والسلام فقالتوا إسلمنا إن دخلنا هذا الدين ماذا يكون لنا قالت تدينوا لكم العرب توليوا قوة في الأمة العربية لم يكفيهم ذلك قالوا زيد قالوا تدينوا لكم الروم توليوا لكم غربا قالوا لا قال تدين لكم الفرس كأكبر قوة في ذلك الوقت قالوا لا فأقلوها استصغروا هذه الانجازات قالوا ماذا تريدون قالوا نريد الأمر من بعدك نريد النبوة فقال أما هذه فهي لله عز وجل يضعوا حيث شافعي خلقه بمعنى من ذلك الوقت كل ناس هناك حضارات دخلت الإسلام الفارسية الهندوس دخلت الإسلام كلها تريد أن تقطع من هذه النبوة لتكون علىها الهيمنة على الأمة الإسلامية